قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقب اجتماع له يوم السبت القادم وذلك فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمينة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وأوضح ضياء راشوان المنصق العام للحوار الوطني أن هدف الاجتماع معاودة طرح تساؤلات وتنصيق مع الحكومة الجديدة فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة وأضاف المنصق العام للحوار الوطني أن من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها مشروعات قوانين انتخاب مجلسي أنواب والشيوخ والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد أكد رشوان أن مجلس الأمناء سيتابع في اجتماعه القادم الالتماس الذي قدمه المستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين